ارهاب نظام الملالي وموجة الهجمات الجديدة على طاولة الاوروبيين ففي بريكسل عقد مؤتمر نقش الهجمات الارهابية التي يقف النظام الايراني وراءها في اوروبا المؤتمر بعنوان موجة جديدة من ارهاب نظام الملالي في اوروبا ويأتي بعدما اعتقلت السلطات البلجيكية شخصين كان يخططان لتفجير مؤتمر المعارضة الايرانية قرب باريس في يونيو الماضي حيث تتعاون بريكسل مع برلين وباريس في القضية ارهاب النظام الايراني يهدد القارة الاوروبية تحت هذا العنوان عقد في بروكسل مؤتمر للبحث في الموجة الجديدة من ارهاب نظام الملالي في دول اوروبية المؤتمر طغت عليه وبقوة تداعيات اعتقال السلطات البلجيكية شخصين كانا يخططان لتفجير مؤتمر المعارضة الايرانية قرب باريس في يونيو الماضي حيث تتعاون بروكسل مع برلين وباريس في القضية التي اتهمت فيها الاخير ايران بالمسؤولية عن تدبير المؤامرة هذا الهجوم الفاشل للنظام الايراني في اوروبا ليس فريدا من نوعه فهو اسلوب تتبعه ايران التي خططت مرارا لهجمات في اوروبا والولايات المتحدة افشال الهجمات امر جيد لكنه ليس كافيا فيجب علينا ان نكون حازمين معهم لانهم ان لم يفهموا الدرس سنتعرض لهجمات جديدة حدث اوقع صدمة في فرنسا وبلجيكا واوروبا ككل خاصة في ظل وجود الاف المعارضين الايرانيين الذين يعيشون هناك هربا من بطش النظام في طهران نطالب الدول الاوروبية بطرد كل المرتزقة وعملاء الاستخبارات الايرانية نطالبهم ثانيا باعتبار وزارة الاستخبارات كمنظمة ارهابية ثالثا مقاطعة كل الشركات والافراد المتعاملين مع هذه الوزارة خطر الارهاب الايراني دفع العديد من المنظمات في اوروبا للدعوة الى تغيير تعامل الحكومات الاوروبية مع ايران اذ يرى البعض بان السياسات الاوروبية الحالية لم تعد مجدية في ردع نظام ظهران بل على العكس جعله يتمادى في انشطته الخبيثة اجتمعنا امس كبرلمانيين في ستراسبورغ واليوم في بروكسل في مؤتمر الخبراء هذا لنتحدث عن موجة الارهاب الجديدة للنظام الايراني الخلاصة واضحة يجب تغيير سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه ايران لان السياسات المتبعة حتى الان اثبتت فشلها التهديد الايراني بات يشكل عاملا رئيسيا في تهديد امن دول اوروبية بعد الكشف عن شبكات ارهابية تابعة لايران تعمل على اراضيها شبكات وضعت ايران اليوم في مقدمة الدول الرائية للارهاب العابر للقارات ومعنا من القاهرة رئيس سحير مجلة مختارات ايرانية دكتر محمد عباس ناجي دكتر محمد كل ما تقدم عليه ايران في المنطقة وفي العالم بات معلوما ولكن اهمية هذا المؤتمر اليوم في تقديم ادلة واثباتات واسماء اشخاص ضالعين بهذه العمليات او مخططات او تنفيذ حتى هجبات اهلا وسهلا بك استاذ روغير بالطبع هذا المؤتمر يكتسب اهمية خاصة لانه ربما الهمية الاكبر تأتي من ناحية التوقيت الان ايران تتعرض لضغوط قوية من جانب المجتمع الدولي خصوصا من جانب الولايات المتحدة الامريكية وانها متهمة دائما بانها الراعي الاول للارهاب الان هناك دليل جديد على ان بالفعل ايران الراعي الاول للارهاب وان هناك مزيد من الاسبتات التي تؤكد ان ايران لا تنشر او لا تدعم الارهاب في منطقة شرق الاوسط فقط وانما تدعمه في كثير من مناطق وانحاء مختلفة من العالم لو لاحظنا سنجد انه الى جانب نعكاد المؤتمر كان هناك اجراء مهم من جانب السلطات الالمانية بالامس بتسليم الدبلوماسي الذي كان لديها ومتورط في محاولة تفجير هذا المؤتمر الذي عقدها في باريس في يونيو الماضي تسليمه الى السلطات البلجيكية لاتخاذ اجراءات تجاهه وايضا فرض السلطات الفرنسية عقوبات على احدى الوحدات التابعة لوزارة الاستخبارات الايرانية وطبعا باتهمها بالتورط في هذه العملية كل ذلك يؤكد ان ايران مقبيلة على مرحلة جديدة من الضغوط الدولية وربما ملف الارهاب سيضاف الى الملفات الخلافية العليقة ليس فقط بين ايران وامريكا دكتور محمد وهنا المفارقة ودار الاوروبية في المستقبل القريب يعني ذي المفارقة بان هذه العواصم الاوروبية التي تسعى لتخفيف حدة العقوبات الامريكية القاسية الدفعة الاولى والدفعة الثانية مطلع الشهر المقبل اليوم هي مهددة بشكل مباشر بهذه المخططات الايرانية اليوم ما تم الكشف عنه من معلومات استخباراتية هذه الشبكة او هذا المركز مركز زهراء ايضا عند المنطقة الحدودية الفرنسية البلجيكية القريبة ايضا من هولندا التي ايضا تهددتها هجمات تكشف هذا المخطط الذي تسعى الى اهتهران عبر اذرعها الارهابية في المنطقة في اوروبا وفي عقر دار هذه العواصم التي تسعى بشكل او باخر لحماية مصالح تهران بالفعل انا اتفك معك في ان ما يحدث الان هو مفارقة حقيقية خصوصا في الموقف الاوروبي الدول الاوروبية ما زالت تعاول على استمرار العمل بالاتفاق النووي وكما قلت وانا اتفك معك في ذلك فانها بذلك تحمي مصالح ايران وربما توجه رسائل خاطئة لايران ستدفعها حتما الى الامعان في نفس السياسة المتعلقة بدعم تنظمات ارهابية بمواصلة انشطة خاصة بالبرنامج النووي والبرنامج الساروخي وايضا محاولة ربما التدخل في شؤون الداخلية لدول المنطقة وتهديد انها واستقرارها لكن في اعتقادي مزيد من الادلة مزيد من الاجراءات الاوروبية التي ستتخذ اتباعا في المرحلة القادمة في تصوراتي انا فاعتقد ان ذلك معناه ان الدول الاوروبية ربما تراجع موقفها تدريجيا باتجاه العلاقات مع ايران لانها ستدرك ان ربما التركيز على البرنامج النووي على الاتفاق النووي فقط مع عدم الاهتمام بالملفات الاخرى ربما يهدد مصالحها في الصميم لان ذلك معناه ان ايران ستمعن في نفس السياسة وربما تحاول ايضا استهداف مزيد من الرموز المعارضة الايرانية في الدول الاوروبية في العقود الماضية رموز معارضة ايرانية كثيرا استهدفوا من جانب وزارة الاستخبارات الايرانية وتعرضوا للقتل والاغتيال من جانب النظام الايراني الان هناك اعتقد ستكون هناك اجراءات جدية وهذا سيؤثر على علاقات الاوروبية الايرانية في الفترة القادمة وربما ايضا سيؤثر على مستقبل الاتفاق النووي باعتبار ان الدول الاوروبية في لحظة معينة قد ترى انها لم تعد معنية باستمرار هذا الاتفاق تلمى انه لم يعد يرى مصالحها في المقام الاول ولكن هذه العواصم الاوروبية تعهدت بحماية الاف المعارضين طوال العقود الماضية بعد هذه الاجمات وبعد هذه المخططات اليوم يعني اي مسعى مطلوب من اوروبا من هذه العواصم التي تتحدث عن محاربتها الارهاب وهو ارهاب ايران يضربها في عمق مناطقها الاستراتيجية في عواصمها ويتهدد من يعيش على اراضيها اعتقد من المفترض ان تكون هناك اجراءات على اكثر من مستوى ربما المستوى الاول بدأته فرنسا بالفعل عندما بدأت في توقيع عقوبات على شخصين او مسؤولين من داخل ايران وايضا على احدى الوحدات التابعة لوزارة الاستخبارات الايرانية باعتبر انها متورطة في محاولة تفجير مؤتمرا معرضة في يونيو الماضي انا في اعتقاد الاجراءة الثانية هو تهديد ايران بانه في حالة ما اذا امعنت او وصلت العمل بهذه السياسة التي تهدد امن واستقرار ومصالح الدول الاوروبية فان ذلك معناه التأثير سلبيا بشكل كبير على العلاقات مع الدول الاوروبية وعلى الاتفاق النوى وايضا على التعاون السنائي خصوصا على المستوى الاقتصادي ربما يكون المستوى او الاجراءة الثالث هو تهديد ايران او التحرك بالفعل من اجل نقل ملف دعم ايران الى مجلس الامن وبالتالي اعادت فرض عقوبات على ايران ليست امريكية فقط وليست اوروبية فقط وربما وانما ايضا تكون دولية لردع ايران عن مواصلة الانتهاج طيب ولكن دكتور محمد هذه الاستراتيجية المطلوبة عندما يقول النائب السابق لرئيس البرلمان الاوروبي بان الاستراتيجية الاوروبية فشلت يجب وضع استراتيجية جديدة يجب ان تكون هذه الاستراتيجية سريعة وفورية وطارئة وانا تعرضت هذه الدول الاوروبية لهجمات ايرانية غير متوقعة من هذه الخلايا ومن عمل ايضا اجهزة الاستخبارات الايرانية بالفعل هي فشلت لانها اكتصرت على مجرد اقوال يعني معظم مواقف الدول الاوروبية انحصلت في نطاق التنديد بالعمليات الارهابية التي تورطت في النظام الايراني النظام الايراني اغتال اكثر من مسؤول في المعارضة الايرانية في الفترة الماضية اخيرهم في احمد مولا المسؤول في حركة النضاء العربي لتحرير الاحواز في عام 2017 ومع ذلك لم تتحرك هذه الدول الاوروبية لذا وكما قلت الاستراتيجية الجديدة لابد ان تتركز على اكثر من مستوى ما يتعلق بفرض عقوبات ما يتعلق بتهديد ايران بعدم مواصلة العمل بالاتفاق النوع او عدم تعزيز التعاون الاقتصادي وايضا نقل الملف دعم الايران للارهاب الى مجلس الامن من اجل فرض عقوبات دولية على ايران في هذا المجال تحديدا لان ذلك اعتقد سيؤثر بشكل كبير على امعان ايران في تبني نفس الخطوات خلال المرحلة القادرة ولكن سرعة الاجراءات المطلوبة وفق نائب البرلمان السابق عندما يقول بان وزارة الاستخبارات الايرانية هي التي تخطط وتنفذ وترتكب كل هذه العمليات يجب قطع تمويل كل ما يتصل بهذه الوزارة الكل يعلم مدى فعالية وعمل ان كان الحرس الثوري الايراني او وزارة الاستخبارات الايرانية ما يعني بان كل هذه المؤسسات الايرانية المتصلة بالارهاب مترابطة ببعضها البعض ما يفرض قطع تمويل كل ما يتصل بهذا النظام هذا صحيح لو لاحظنا سنجد أن معظم الإجراءات الدولية المتبعة الآن مع إيران خصوصا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تكفيف مصادر الدعم المالي الذي تستخدمه إيران سواء في تطوير برنامجها النووي أو برنامجها الصاروخي أو دعم التنظيمات الإرهابية في الخارج على غرار العقوبات الأمريكية التي فرضت وستفرض على إيران وخصوصا العقوبات الخاصة بالصدرات النفطية لأن أهمها الأساسي هو حرمان إيران من مصادر دعم تنظيماتها الإرهابية الموالية لها في الخارج في اعتقادي وكما قلت الخطوة الفرنسية ربما تكون بداية لطريق ستسلك الدول الأوروبية في المرحلة القديمة عندما تكون بالفعل باتخاذ إجراءات لعقاب مالي وتكفيف مصادر الدعم الذي تستخدمه إيران في دعم التنظيمات الإرهابية في المرحلة القديمة العقوبات هي التي سترضع إيران وستدفع إلى تغيير موقفها سواء ما يتعلق بالبرنامج النوي أو ما يتعلق بدعم الإرهاب أو ما يتعلق باستهداف التنظيمات المعارضة الإيرانية في الخارج أو ما يتعلق حتى بنفوزها في منطقة الشرق الأوسط رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية دكتور محمد عباس ناجي كنت معنا مباشرة من العاصمة المصرية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر